صحيفة الحياة اللندنية ضغوط إيرانية لدفع الحجد الشعبي للقتال خارج الحدود العراقية تقول الصحيفة اللندنية ما أن انتظمت فصائل الحجد الشعبي بمعظمها لتشكيل تيار الفتح السياسي حتى ثارت المخاوف من استخدام إمكانات الحجد انتخابيا فيما تمارس إيران ضغوطا لدفع فصائله للقتال خارج العراق بما يحرج الحكومة العراقية التي تعتبر فصائل الحجد تنظيمات رسمية ضمن القوات المسلحة وتضيف الحياة اللندنية انتشار عشرات المقاتلين المسلحين في معظم أنحاء العراق خلال العملية الانتخابية يثير قلق القوى السياسية في شأن أمن الانتخابات والسيطرة على المراكز الانتخابية وكانت الحكومة العراقية أعلنت أن حماية أمن الانتخابات التي ستجرى في الثاني عشر من آيار مايو المقبل سيكون من مسؤولية قوات الجيش والشرطة حصرا